نظمت لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة تحت عنوان الإعلام والثقافة العلمية نحو ثقافة منخفضة الكربون في مصر وذلك بهدف التوعية بالتغيرات المناخية وبتأثيراتها أكد المشاركون في المائدة أن مصر اتخذت خطوات كبيرة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري وكل ما يضر بحياة البشر المائدة المستديرة دي بعنوان الإعلام والثقافة العلمية بنتكلم فيها عن إزاي نقدر نمح أمية الكربون من خلال تبادل مجموعة من المعارف ومجموعة من الأفكار اللي بتجمع حقيقة العديد من الخبراء وعديد من أساس الجامعة اللي اشتغلوا في المجال وهي بالدرجة الأولى توعية وكيف يمكن للإعلام أن يدخل معنا في مشاركة كاملة لدعم فكرة أو دعم التوعية بمشكلة الكربون وأيضاً تغيرات المناخية اللي سيدة العالم كله دور الإعلام طبعاً مهم جداً جداً فيه التوعية بالتغيرات المناخية سواء كان عن طريق اللقاءات الثقافية أو الأفلام التسجيلية الوسائقية العرض هذه القضية الهمة اللي بدأت يعني بنقول بتكتاح العالم أجمع وأصارها كلنا طبعاً يعني بتنعكس علينا احنا مش محتاجين في برامج البيئة بالذات وبرامج تغير المناخ إلى برامج طويلة محتاجين رسالة صغيرة فعالة مؤثرة ومحتاجين أيضاً أن احنا ندي الأمل للناس في الرسالة يعني بلاش الرسائل السلبية أنه كله ده فيه تلوز ده فيه كذا ده فيه كذا خلينا ندي أيضاً للناس عشان نديهم طاقة إيجابية للعمل فعلاً للحد من هذه الظاهرة بشكل كبير جداً